ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حيث أشارت إلى أن الفيديو هات المصربة أرسلتها الشابة المتزوجة إلى شخص كان يستدرجها لممارسة الجنس باستخدام السحر والشعودة وقال الناشط المعروف بمتابعته للمسجدات المحلية بالمنطقة مكيلارا قولا وباكور هاتشي وقع فرين كونال واحد لمر محسونة بقى شابة مزوجة وعندها العيل عندها المشكلات مع الزوج ديالها في حل عندهم بزاف للناس مضيفا أنها ربطت علاقة مع الشاب تاقت به بعد ما كلا لامخة وقال لا غد زوج بك وهي كانت مقررة تزوج به بعد ما تطلق اليوم غدا تاقت فيه التق العمية صافي بدتك تصور راس عريانا وتسرد له في الفيديوز جا واحد نهار وقع لها شي صداع مع هاتشاب ناد نشار ديك الفيديوز كاملين انتقم منها وشو هاتشويه وتابع صاحب التدوين قائلا هاتسيدة كل شي كيشكرا في الحي في انساكنا واحد واحد ما اعتقد انها تقوم بهاتشي كل شي بقمص دوم طروش العاشق ديالها رب بعد ما نشر الفيديوز قالوا اخوة البلاد الزوج مسكين سمح لا وما بغى لا يتابع قضائيا ولوالو صبر على الفاضحة وسكت ثم بغى شي يهضر وختم كلامه بالقول بعض المنابر الاعلامية قالوا العاشق ديالها اراقي وعمله شي شعودة باش وقع لها هيداك هاتشي كامل ما عنده احت علاقة بالرقيا ولا بالفقاهاء هاتشي وقع الجوج عاديين يمكن توقع لأي واحد ما تشفاوشي فيها اخوتين قلوا اللي السر كاملين حتى انطلقاوه وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لسيدة اوضحت من خلاله ان المعنية بالامر تدهورت حالةها الصحية بعد افتضاح امرها بشكل لم تكن تتوقعه نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك اخبار يومية اشتركوا في القناة